أهلا بكم ميلا حلقة جديدة خاصة من مجلة كليك وسنتناول فيها كيفية تغيير الرقمنة لتغذية ناول ثقافة الطعام تتزايد أعداد الذين يمتنعون عن تناول اللحوم لكن تغيير العادات الغذائية ليس سهلا على الجميع لكن النباتية الذي يفتقد شريحة اللحم سيجد أضلته مستقبلا في قطاع إنتاج اللحوم الرقمي شريحة لحم مطبوعة بطباعة ثلاثية الأبعاد في مطبخ مطعم الضواق السانتواري الكائني شمال برشلون يعد رئيس الطهات جوزب سانتياس شريحة لحم لكن واحدة منهما فقط من لحم حقيقي فالتي على اليمين هي قطعة لحم مقلدة هذه قطعة لحم عجل حقيقية وهذه مطبوعة بالطابعة الثلاثية الأبعاد لا يكاد المرء يصدق أنها نباتية فشكلها يبدو شديد الشبه بقطعة لحم حقيقية لقد اخترعها المهندس البيولوجي جوزب شونتي الذي طوض في شركته الناشئة نوفاميت أولى شريحة لحم مصنوعة من بروتينات نباتية مطبوعة بطباعة ثلاثية الأبعاد لحم نباتي مقلد له نفس تماسك قطعة لحم حقيقية توجد بدائل كثيرة في الأسواق لكنها بدائل للحم المفروم مثل الهامبرغر أو قرات اللحم أو النقانق أما نحن فنقدم شريحة لحم تبدو كقطعة لحم بقري أو خنزير حقيقية هذا موجود في شركتنا فقط تتكون شريحة لحم من مسحوق بروتين من الأرز والحمص مع عشاب بحرية وعصير بنجر لإكسابها اللون الأحمر يجري ضغط الكتلة لألياف دقيقة في الطابعة الثلاثية الأبعاد ما زال الأمر يتعلق بنموذج أولي تحتاج طباعته من 20 إلى 40 دقيقة نقوم أولاً بإدخال نموذج ثلاثي الأبعاد في الطابعة لشكل قطعة اللحم وهو نموذج معقد يحاكي تفاصيل الأنسجة الداخلية والخارجية لقطعة اللحم المرغوب في تقليدها شعبية المنتجات البديلة للحوم في ازدياد إلى جانب قطع الهامبورغر النباتية أو النقانق الخضرية تحاول شركات ناشئة عالمية تقديم قطع نباتية لها شكل وطعم اللحم طورت شركة ميتك 3D الإسرائيلي عملية تقنية حيوية لطباعة طبقات من اللحم من خلايا جذعية حيوانية تنمو لاحقاً لشرائح لحم في الحاضنات أما شركة إيت جاست الأمريكية فتربي وتكثر لحم الدجاج في مفاعلات بيولوجية اعتماداً على خلايا دجاج حقيقية حية تنتج الشركة لحوم دجاج دون ذبح أي دجاجة وسواء كانت الخلايا حيوانية أم نباتية السؤال هو هل يمكن مقارنة اللحم المقلد بالحقيقية؟ ما نطوره هنا ينبغي أن يكون جيداً كما لو كان لحماً حقيقياً كما ينبغي أن يكون مستداماً مثل البروتينات النباتية قطعة اللحم المنتجة بالطابعة الثلاثية تزهير اهتمام أساتذة وطلبة معهد طهي برشلونة يجري المعهد بحوثاً حول تقنيات الأغذية المستدامة الشباب خاصة منفتحون على بدائل منتجات اللحوم التقليدية سنعاصر وجود أشكال مختلفة من الإنتاج لا أعتقد أن اللحوم ستختفي فقط بسبب وجود بدائل لها لكن استهلاك مصادر البروتين ومنتجات البروتين الأخرى سيكتسب شعبية متنمية يرغب جزب شونتي أن يبدأ بالإنتاج التجاري في العام المقبل وأن يقدم شرائح لحم نباتية خالصة لجمهور أكبر تتولى الروبوتات مهام متزايدة في المطبخ فهي تعد طبق البايلا الإسبانيك وتقوم بخبز البيتزا وتحل محل فرق مطبخ كامل عجيلة وصلصة طماطم وجبنة ومكونات أخرى بيتزا كلاسيكية لكن هذه البيتزا صنعها خباز من نوع خاص اسمه باتسي وهو أول روبوت في العالم يصنع البيتزا إنه روبوت فريد من نوعه يمكنه صنع ثمانين بيتزا في الساعة وخبز وعدة قطع بيتزا في نفس الوقت تعني كلمة باتسي بالإيطالية المجنون وهي مناسبة لفكرة المشروع كما أنها قريبة من كلمة بيتزا لذا فهي مناسبة جدا للروبوت عمل المؤسس سيباستيان روفيرسو سبعة أعوام مع فريقه لتطوير هذا الروبوت وستمر فيه ملايين اليوروهات الهدف جودة ثابثة بأقل عدد من العمال الحقيقيين يمكن للروبوت بمفرده عمل كل شيء تقريبا تأتي الطلبية عبر هاتف ذكي أو جهاز أوتوماتيكي متصل بحاسوب مهمة العمال هنا التواصل المباشر مع الزبائن فقط بداية يشكل الروبوت أردية البيتزا من العجين الطازج ثم يضيف صلصة الطماطم فقط المكونات التي تضاف فوق البيتزا لا يقطعها الروبوت بنفسها وعند الانتهاء توضع في الفرن وبعدها توضع في علبة وتقطع بعد أقل من خمس دقائق يمكن للزبائن استلام البيتزا من رف محدد ما يبدو سهلا يكمن خلفه عمل شاق ومعقد التحدي التقنيي الأكبر كان في ضرورة برمجة كل شيء كنا ملزمين بابتكار كل شيء بأنفسنا تم صنع الفرن خصيصا بما ينسجم مع الروبوت وكذلك الروبوت المسؤول عن غسل الصحون والذي يبدأ العمل أوتوماتيكيا كل ساعتين لم نصنع الروبوت فقط بل كل شيء في المطبخ أيضا تعلم الروبوت خبز البيتزا من هذا الشخص تيري جغافانينو بطل العالم لثلاث مرات في خبز البيتزا وهو يعتني بالوصفات واختيار المكونات وقبل كل شيء بالعجين طازج وهو التحدي الأكبر إذ يجب تحضيره كل يوم يصحح الروبوت العجين بنفسه فقد زودوه المهندسون بأجهزة استشعار تتيح له التعرف على الحجم المطلوب وإذا حدث خطأ يقوم الروبوت بتصحيحه وإذا كان العجين ليس بالمعيار المحدد لا يتم تسليمه للزبائن باتسي عامل جذب في حد ذاته لكن البيتزا التي يصل سعرها إلى 14 يورو تبدو لذيذة أيضا أفضل بيتزا موجودة في إيطاليا لا أعرف لذيذة تعمل جيد من الروبوت لا أميز أي اختلاف عن البيتزا التقليدية لا ينبغي أن يعود باتسي في أي حال من الأحوال الخبازي البيتزا الكلاسيكيين ببساطة يعتبر تيري الروبوت طريقة جديدة إضافية لصنع البيتزا أنا كبطل العالم لصنع البيتزا ثلاث مرات أعمل لدى باتسي لأنه منفتح على الابتكارات الجديدة نحن نعيش في عالم سريع فلماذا لا تتطور البيتزا أيضا؟ في العاصمة الإسبانية مدريد يحاول الروبوت الشركة الناشئة بـ R5 تحضير طبق أرز حسب الطريقة البايلة الإسبانية تعليم الآلة ما يحضر في المطبخ الإسباني منذ قرون أمر يثير الجدل في بلدنا يعتبر موضوع الأرز والبايلة مثيرا للجدل إلى حد ما ونحن نعلم ذلك لكننا تلقينا تهنئة على اختراعنا من الخارج عندما نقوم بطهي طبق بايلة مع عائلتنا والأصدقائنا فهذا شيء مختلف وليس هذا ما نسع لتحقيقه باستخدام الروبوت أيضا هدفنا هو إمكانية أن نأكل في أي مكان في العالم نفس طبق البايلة الذي نأكله في بلدنا وبالفعل أبدت سلاسل الفنادق والمنتجعات في اليابان مثلاً اهتمامها بروبوت البايلة والذي يمكنه قريباً إعداد أطباق البايلة حول العالم بنفس طريقة تحضيرها في إسبانيا فهو يعرف الحركات الصحيحة لتقليبه والوقت المناسب لإضافة المرق حتى أن بإمكانه التعامل مع حركات هز المقلات الخاصة أيضاً يحتاج الناس فقط إلى تحضير المكونات ووزنها فقط ليتولى الروبوت بقية العمل ماريا مونهوز طباقة بايلة وقد فوجئت بالنتيجة إنه مذهل مذاقه رائع وقد فاجأني طعم الأرز والآن يعمل مؤسس الشركة أنريكي ليلو على المشروع التالي وهو وجبة مؤلفة من خمسة أطباق لكبار طهات هذا الروبوت في ريغا عاصمة لاتفيا يتقن تحضير مئات الوصفات تريد شركة روبو إيتس إحداث ثورة في صناعة الوجبات السريعة من خلال مطبخ الروبوت المستقل والأكثر تقدماً في العالم المستار الحليلي نظامنا يمكنه في الواقع الطهي وتلقي الطلبات وتقديمها وتنظيف نفسه بشكل مستقل تماماً وهو في الأساس مطبخ مستقل تماماً كل روبوت هنا يعمل محل ثلاثة إلى خمسة موظفين ما يسهم في حل نقص مشكلة نقص العاملين ويوفر المال إذا استبدلنا فقط هؤلاء الأشخاص دون تغيير شيء آخر فسوف نوفر ما لا يكل عن مائتي ألف يورو في العام بدل متابعة الطهات يمكن للعملاء الذين ينتظرون طلباتهم لدى روبويتس مشاهدة الروبوت أثناء عمله هنا مطبخ بدون طباخين هذا يقدم مزايا من حيث سلامة الغداء والنظافة الصحية خاصة في أوقات الجائحة إنها فكرة معاصرة جداً خاصة في أوقات كورونا أعتقد أن إعداد الروبوتات لوجبات الطعام بدل الموظفين أكثر أماناً كما أنه أكثر إثارة للاهتمام شهد توصيل طلبية الطعام بدل الذهاب إلى المطاعم انتعشاً كبيراً أثناء جائحة كورونا وعادة ما تستخدم الدراجات والسكوتر لهذا الغرض والآن أصبح هناك طائرات مسيرة تتولى هذه المهمة في جزيرة إبيتسا الإسبانية هذا المحار وهذه الشمبانيا على وشك الإقلاع بطائرة مسيرة طلبية لأحد الإخوة الراسية قبل تسوح لإبيتسا يهتم العملاء هنا بالمواد الغذائية الحصرية غالباً ما يتم توصول الشمبانيا والمحار والوجبات البحرية وأنواع الأطعمة الحصرية ما يريده العملاء في النهاية هو الخدمة الحصرية والمتعة والتجربة قبل كل شيء شركة درون توياخت الناشئة تقدم هذه الخدمة بالتعاون مع المطاعم الموجودة على السحل يمكن لطائرات مسيرة حمل طلبيات يصل وزنها إلى خمسة كيلوغرامات ولمسافة كيلومترين هنا يتسلم العميل طلبيته بعد دقائق فقط يستغرق الأمر من دقيقة ونصف إلى دقيقتين ونصف للوصول إلى القارب ما يبقي المشروبات باردة والطعام ساخنا يجري طلب الوجبات والمشروبات عبر تطبيق يعطينا التطبيق إحداثيات اليخت ورقم الهاتف وتفاصيل المركب لتطيل الطائرة المسيرة بهذه المعلومات إلى وجهتها تلقائياً حالياً يتم تسليم طلبية الطعام فقط ولكن قريباً يجب أن يكون العملاء قادرين على الحصول على كل شيء من كريمات واقية من الشمس وحتى الأدوية والتي يتم تسليمها إلى اليخت بواسطة الطائرة المساكرة ترجمة نانسي قنقر